بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مكرر جبر المصفوفات ومع الجزء السادس عشر من الدرس الثالث معنا مسئلتان فيهما ضرب المصفوفات وخاصية تدوير المصفوف في البداية مطلوب C في C Transpose في البداية نطمئن أنه يمكن إجراء هذه العملية إذا كانت المصفوفة C ذات أبعاد 2 في 3 فإن المصفوفة C Transpose ذات أبعاد 3 في 2 يلاحظ أن العددان الأوسطان تسويان إذن يمكن إجراء هذه العملية ويكون خارج ضرب هذه المصفوفتين C في C Transpose يكون من أبعاد 2 في 2 إذن C ضرب C Transpose يساوي المصفوفة C كالآتي بينما C Transpose المصفوفة النتيجة هي مصفوفة مربعة 2 في 2 نضرب الصف الأول في العمود الأول 1 في 1 1 ب 1 زائد 16 زائد 4 الصف الأول في العمود الثاني 3 زائد 4 زائد 10 انتهينا من الصف الأول الآن مع الصف الثاني الصف الثاني في العمود الأول 3 زائد 4 زائد 10 أما الصف الثاني في العمود الثاني 9 زائد 1 زائد 25 ويكون الحل النهائي هنا 21 وهنا 17 بالمثل هذا 17 وهنا 35 الآن المطلوب حساب DA Transpose نطمئن أولا أنه يمكن حساب DA المصفوفة D ذات أبعاد 3 3 في 3 بينما A ذات أبعاد 3 في 2 إذن يمكن إجراء هذه العملية ويكون المصفوفة نتجة من المقاس 3 في 2 أما بالنسبة لإجراء عملية التحويل أو التدوير Transpose فلا مشكلة إذا كانت المصفوفة المدورة هي مستطيلة أو مربعة المهم أن يكون هذا الضرب DA متاحا الآن DA نساوي المصفوفة الجديدة ستكون 3 في 2 نضرب الصف الأول في العمود الأول ثلاثة ناقص خمسة زائد 2 الصف الأول في العمود الثاني سفر زائد عشرة زائد 2 الصف الثاني في العمود الأول سالب ثلاثة زائد صفر زائد واحد الصف الثاني في العمود الثاني صفر زائد صفر زائد واحد الصف الثالث في العمود الأول تسعة ناقص اثنين زائد أربعة الصف الثالث في العمود الثالث صفر زائد أربعة زائد أربعة وتكون المصفوفة النهائية بهذا الشكل ثلاثة واثنين خمسة ناقص خمسة سفر اتناشر سالب ثلاثة فواحد سالب اثنين واحد تسعة وأربعة تلتاشر ناقص اثنين حداشر أربعة وأربعة تمانية الآن ندور حاصل الضرب مصفوفة اثنين في ثلاثة صفر سالب اثنين احداشر اتناشر واحد تمانية